بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الخامس والخمسون من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثلاثين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ولا نزال في المسألة الأولى من المسائل التي أوردها الإمام في تفسير قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهي مسألة طويلة خصصها الإمام للحديث عن عصمة الملائكة عليه السلام فبين أن الجمهور الأعظم من العلماء متفقون على عصمة كل الملائكة من جميع الذنوب وأن الحشوية خالف الجمهور في هذه المسألة فذهبوا إلى عدم عصمة الملائكة وجوزوا صدور الذنب عنهم وتمسكوا بأدلة سماها الإمام شبهات وأجاب عنها وهي أربع الشبهة الأولى تمسكهم بأدلة صحيحة غير صريحة وأخرى صريحة غير صحيحة تدل على وقوع الذنب من الملائكة الشبهة الثانية تمسكهم بقصة هاروت وماروت والشبهة الثالثة أن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم إنه عصى الله عز وجل وكفر وهذا يدل على جواز صدور المعصية عن جنس الملائكة والشبهة الرابعة زعمهم أن قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يدل على أن الملائكة يعذبون لأن أصحاب النار لا يكونون إلا ممن يعذب فيها والدليل عليه قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد فرغنا من قراءة هذه الشبهات في الدرس السابق ووقفنا عند أجوبة الإمام عنها حيث يقول والجواب عن الشبهة الأولى أن نقول أما الوجه الأول وهو قولهم إنهم يعني الملائكة إنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه ليس غرضهم من ذلك السؤال تنبيه الله عز وجل على شيء كان غافلا عنه فإن من اعتقد ذلك في الله تعالى فهو كافر ولا الإنكار أي ليس غرضهم الإنكار على الله تعالى في فعل فعله بل المقصود من ذلك السؤال أمور أحدها أن الإنسان إذا كان قاطعا بحكمة غيره ثم رأى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على وجه الحكمة فيه ثم رأى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا كأنه يتعجب من كمال حكمته وعلمه ويقول إعطاء هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدي العقول فيها إلى وجه الحكمة فإذا كنت تفعلها وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسر غامض أنت مطلع عليه فما أعظم حكمتك وأجل علمك فالحاصل أن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها كأنه تعجب من كمال علم الله تعالى وإحاطة حكمته بما خفي على كل العقلاء وثانيها أن إيراد الإشكال طلبا للجواب غير محذور فكأنهم قالوا إلهنا أنت الحكيم الذي لا يفعل السفه البتة ونحن نرى في العرف أن تمكين السفيه من السفه سفه فإذا خلقت قوما يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك أن حالهم كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فهذا يوهم السفه وأنت الحكيم المطلق فكيف يمكن الجمع بين الأمرين فكأن الملائكة أوردوا هذا السؤال طلبا للجواب يقول الإمام وهذا جواب المعتزلة قالوا أي المعتزلة وهذا يدل على أن الملائكة لم يجوزوا صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل يعني المعتزلة يقولون الملائكة كانوا على مذهب أهل العدل يعني على مذهب المعتزلة قالوا والذي يؤكد هذا الجواب وجهان أحدهما أنهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين لا إلى الخالق أتجعل فيها من يفسد فيها أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين لا إلى الخالق عز وجل والثاني أنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لأن التسبيح تنزيه ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذنب ونعت السفه وثالثها أي ثالث الأغراض المقصودة من هذا السؤال أن الشرور وإن كانت حاصلة في تركيب هذا العالم السفلي إلا أنها من لوازم الخيرات الحاصلة فيه وخيراتها غالبة على شرورها وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فالملائكة ذكروا تلك الشرور فأجابهم الله تعالى بقوله إني أعلم ما لا تعلمون يعني أن الخيرات الحاصلة من أجل تراكيب العالم السفلي أكثر من الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضي إيجاد ما هذا شأنه لا تركه وهذا جواب الحكماء ورابعها أي رابع الأغراض من هذا السؤال أن سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى فإن العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون لمولاه عبد يعصيه وخامسها أن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها مسألة منهم أن يجعل الله تعالى الأرض أو بعضها لهم إن كان ذلك صلاحا فكأنهم قالوا يا إلهنا اجعل الأرض لنا لا لهم كما قال موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من صلاحكم وصلاح هؤلاء الذين أجعلهم في الأرض خلفاء فبين بذلك أنه اختار لهم أي للملائكة السماء خاصة ولهؤلاء الأرض خاصة لعلمه بصلاح ذلك في أديانهم ليرضى كل فريق بما اختاره الله له وسادسها أنهم طلبوا الحكمة التي لأجلها خلقهم مع هذا الفساد والقتل وسابعها قال القفال يحتمل أن الله تعالى لما أخبرهم أنه يجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها أي ستفعل ذلك فهو إيجاب خرج مخرج لاستفهام إيجاب خرج مخرج لاستفهام أي تقرير خرج مخرج لاستفهام الاستفهام هنا للتقرير وليس للإنكار قال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي هنا ليس غرض جرير أن يستفهم غرضه أن يقرر بمعنى أنتم كذلك أنتم خير من ركب المطايا ألستم خير من ركب المطايا بمعنى أنتم خير من ركب المطايا أي أنتم كذلك قال ولو كان استفهاما لم يكن مدحى أي أن الاستفهام في الآية للتقرير وليس للإنكار ثم قالت الملائكة إنك تفعل ذلك ونحن مع هذا نسبح بحمدك ونقدس لأننا نعلم أنك لا تفعل إلا الصواب والحكمة فلما قالوا ذلك قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون كأنه قال والله أعلم نعم ما فعلتم حيث لم تجعلوا ذلك قادحا في حكمتي فإني أعلم ما لا تعلمون فأنتم علمتم ظاهرهم أي ظاهر البشر وهو الفساد والقتل وما علمتم باطنهم وأنا أعلم ظاهرهم وباطنهم فأعلم من بواطنهم أسرارا خفية وحكما بالغة تقتضي خلقهم وإيجادهم وأما الوجه الثاني وهو أنهم ذكروا بني آدم بما لا ينبغي وهو الغيبة وهذا يدل على صدور الذنب عنهم فالجواب أن محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل ومن أراد إيراد السؤال وجب أن يتعرض لمحل الإشكال لا لغيره فلهذا السبب ذكروا من بني آدم هاتين الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس محل الإشكال وأما الوجه الثالث وهو أن الملائكة مدحوا أنفسهم وذلك يوجب العجب وتزكية النفس فالجواب أن مدح النفس غير ممنوع منه مطلقة مدح النفس غير ممنوع منه مطلقة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأيضا فيحتمل أن يكون قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليس المراد منه مدح النفس بل المراد بيان أن هذا السؤال ما أوردناه لنقدح به في حكمتك يا رب فإنا نسبح بحمدك ونعترف لك بالإلهية والحكمة فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن في الحكمة والإلهية بل لطلب وجه الحكمة على سبيل التفصيل وأما الوجه الرابع وهو أن قولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب قالوا الحشوية قالوا قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا يشبه الاعتذار وهذا الاعتذار يدل على صدور الذنب عنهم قبل ذلك والجواب نقول نحن نسلم أن الأولى للملائكة ألا يوردوا ذلك السؤال فلما تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذارا عن ترك الأولى لأن هذا ليس ذنبا بل ترك للأولى فهم اعتذروا عن ترك الأولى ولم يعتذروا عن ذنب صدر عنهم فإن قيل أليس أنه تعالى قال لا يسبقونه بالقول فهذا السؤال وجب أن يكون بإذن الله تعالى وإذا كانوا مأذونين في هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه قلنا العام قد يتطرق إليه التخصيص وأما الوجه الخامس وهو أن إخبار الملائكة عن الفساد وسفك الدماء إما أن يكون حصل عن الوحي أو قالوه استنباطا وظنى فنقول اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنهم ذكروا ذلك ظنا ثم ذكروا فيه وجهين الأول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الكلبي أنهم قاسوه على حال الجن الذين كانوا قبل آدم عليه السلام في الأرض إذن القول الأول إن قلنا بأنهم ذكروه على سبيل الظن ففيه وجهان الأول أنهم قاسوا حال بني آدم على حال الجن الذين كانوا قبل آدم عليه السلام في الأرض والثاني أنهم عرفوا خلقته أي خلقة آدم عليه السلام وعرفوا أنه مركب من هذه الأخلاط الأربعة من الهواء والماء والتراب والنار فلابد أن تتركب فيه الشهوة والغضب فيتولد الفساد عن الشهوة ويتولد سفك الدماء عن الغضب والرأي الثاني منهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وليس على سبيل الظن وهو مروي عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ثم ذكروا فيه وجوها كيف تيقنوا من ذلك؟ أحدها أنه تعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وثانيها أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء وثالثها قال ابن زيد لما خلق الله تعالى النار خافت الملائكة خوفا شديدا فقالوا ربنا لمن خلقت هذه النار فقال الله عز وجل لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة ولم يكن في الأرض خلق البتة فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة عرفوا أن المعصية تظهر منهم ورابعها لما كتب القلم في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوحة فعرفوا ذلك والاحتمال الخامس إذا كان معنى الخليفة من يكون نائبا لله تعالى في الحكم والقضاء والدليل على ذلك قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إذا كان معنى الخليفة من يكون نائبا لله تعالى في الحكم والقضاء بين الناس والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي إنما يكون عند التنازع والتظالم كان الإخبار عن وجود الخليفة إخبارا عن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الإخبار عن مجرد الظن قول باطل لأنه قدح في الغير بما لا يأمن أن يكون كاذبا فيه وذلك ينافي العصمة والطهارة وكأن هؤلاء رجحوا أن يكون القول الذي صدر عن الملائكة على سبيل اليقين وليس على سبيل الظن قالوا قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء على سبيل الظن قدح في الغير بما لا يأمن القائل أن يكون كاذبا فيه لأن الله عز وجل يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وذلك ينافي العصمة والطهارة وأما الوجه السادس وهو الأخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا تعارض الدلائل التي ذكرناها هذا فيما يتعلق بالشبهة الأولى وأما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت وماروت فالجواب عنها أن القصة التي ذكروها باطلة من وجوه أحدها أنهم ذكروا في القصة أن الله تعالى قال لهما أي للملكين لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني فقالا لو فعلت ذلك بنا يا ربي لما عصيناك يقول الإمام وهذا منهم تكذيب لله تعالى وتجهيل له وذلك من صريح الكفر والحشوية سلموا أنهما كانا قبل الهبوط إلى الأرض معصومين فكيف يصدر عنهما هذا القول وهما معصومان وهذا القول كما يقول الإمام فيه تكذيب لله عز وجل أنه قال لو فعلت ذلك بكما أي لو ركبت فيكما الشهوة لعصيتماني فقالا لو فعلت ذلك بنا يا ربي لما عصيناك يقول هذا منهم تكذيب لله تعالى وتجهيل له وذلك من صريح الكفر إذن العقل يرد هذه الرواية والعلماء ردوا هذه القصة رواية ودراية هذا أولا وثانيا في القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد بل كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خيرا بينهما بين التوبة والعذاب من أشرك به طول عمره وبالغ في إيذاء أنبيائه عليهم السلام إذا كان الله عز وجل قد خيرا من أشرك به طول عمره بين التوبة وبين العذاب فمن باب أولا أن يخير هذين الملكين بين التوبة والعذاب فالإمام يرد هذه القصة ردا عقلية يقول وثالثها في القصة أنهما يعلمان السحر حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما معاقبان على المعصية طبعا هذا لا يجوز عقلا ورابعها أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت إلى السماء قالوا تحولت إلى كوكب الزهرة وجعلها الله تعالى كوكبا مضيئا وعظم قدره بحيث أقسم به فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فهذه القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها هذا بناء على حكم العقل وكما قلت فهي باطلة نقلا أيضا ولم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الإسرائيليات يقول وأما الكلام في تعليم السحر فسيأتي في تفسير تلك الآية في موضعها إن شاء الله تعالى يقول الإمام في تفسير قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت الآية يقول واعلم أن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس في كتاب الله تعالى ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من وجوه في كتاب الله ما يبطل هذه الرواية من وجوه الأول ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي وثانيها أن قولهم إنه ما خير بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد بل كان الأولى أن يخير بين التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره فكيف يبخل عليهما بذلك وثالثها أن من أعجب الأمور قولهم إنهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما يعاقبان ولما ظهر فساد هذا القول فنقول السبب في إنزالهما وجوه أحدها أن السحرة كثرت في ذلك الزمان واستنبطت أبوابا غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس بها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلم الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذبا ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد وثانيها أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بما هي المعجزة وبما هي السحر والناس كانوا جاهلين بما هي السحر فلا جرم تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث الله هذين الملكين لتعريف ما هي السحر لأجل هذا الغرض يعني يقول لا يمكن التفريق بين المعجزة وبين السحر إلا إذا عرف الناس حقيقة المعجزة وحقيقة السحر فبعث الله عز وجل هذين الملكين ليعلم الناس السحر ليتمكنوا من التفريق بين المعجزة والسحر ولذلك سحرة فرعون حين كانوا عالمين بالسحر عرفوا أن ما صدر عن موسى عليه السلام لم يكن سحرا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لماذا؟ لأنهم عرفوا أن ما صدر عن موسى عليه السلام لم يكن سحرا بل كان معجزة قارقة للعادة ولولا علمهم بحقيقة السحر لما تمكنوا من ذلك يقول وثالث الأغراض لا يمتنع أن يقال السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله تعالى كان مباحا عندهم أو مندوبا فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السحر لهذا الغرض ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعداء الله تعالى ورابعها أن تحصيل العلم بكل شيء حسن ولما كان السحر منهيا عنه وجب أن يكون متصورا معلوما لأن الذي لا يكون متصورا امتنع النهي عنه وخامسها لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أمورا يقدرون بها على معارضة الجن وسادسها يجوز أن يكون ذلك تشديدا في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة وهو السحر ثم منعه من استعماله كان ذلك في نهاية المشقة فيستوجب به الثواب الزائد كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما قال تعالى فمن شرب منه على لسان طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده يقول الإمام فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم ويقول القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر قصة هاروت وماروت يقول هذا كله ضعيف ولا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله تعالى على وحيه وسفراؤه إلى رسله قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقول وأما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة وأن يوجد منهم خلاف ما كلفوه وأن يخلق الله فيهم الشهوات إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم ولكن وقوع هذا الجائز لا يدرك إلا بالسمع ولم يصح أي لم تصح هذه القصة رواية ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء ففي الخبر أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دوارة زحل والمشتري وبهرام وعطارد والزهرة والشمس والقمر وهذا معنى قول الله تعالى وكل في فلك يسبحون فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلا قد كان قبل خلق آدم ثم إن قول الملائكة ما كان ينبغي لنا أي لو ركبت فينا الشهوة ما كان ينبغي لنا أن نعصيك معناه لا تقدر على فتنتنا وهذا كفر نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى الملائكة الكرام صلوات الله عليهم أجمعين يقول وقد نزهناهم وهم المنزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون يقول الإمام وأما الشبهة الثالثة فسنتكلم في بيان أن إبليس ما كان من الملائكة وأما الشبهة الرابعة وهي قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فهذا لا يدل على كونهم معذبين في النار وقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يدل أيضا على كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية عفوا وقوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حكاية عن الكفار قال لا يدل على كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية بل إنما عرف ذلك بدليل آخر فقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا يدل على كونهم معذبين بل يريد به أنهم خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها قال الله عز وجل عليها تسعة عشر عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومالك خازن النار مالك عليه السلام خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إذن معنى قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي أن الملائكة خزنة النار والمتصرفون فيها والمدبرون لأمرها والله أعلم وجملة القول أن الإمام أطال النفس في هذه المسألة وبسط القول فيها وانتصر لمذهب أهل السنة القاضي بعصمة جميع الملائكة من كل الذنوب يقول الإمام السيطي رحمه الله في كتاب له بعنوان الحبائك في أخبار الملائك قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء عليهم السلام مع الأمم واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهب الطائفة إلى عصمتهم جميعا عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وبقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقوله بأيدي سفره كرام برره وقوله لا يمسه إلا المطهرون ونحوها من السمعيات وذهب الطائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس يقول القاضي عياض رحمه الله والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبهم وينزلهم عن جليل مقدارهم قال والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يروى فيها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب عن قصة إبليس أن الأكثر ينفون أنه من الملائكة ويقولون إنه أبو الجن كما أن آدم عليه السلام أبو البشر وقال الصفوي الأرموي في رسالته الملائكة معصومون والدليل عليه من وجوه أحدها قوله تعالى في وصفهم ويفعلون ما يؤمرون وقوله تعالى وهم بأمره يعملون وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات لأن النهي أمر بالترك إذن قوله ويفعلون ما يؤمرون يدل على أنهم يفعلون المأمورات ويتركون المنهيات لماذا؟ لأن النهي في حقيقته أمر بترك المنهي عنه فقوله يفعلون ما يؤمرون يشمل المأمورات والمنهيات ولأنه سيق في معرض التمدح وهو إنما يحصل بمجموعهما أي بترك المنهيات وفعل المأمورات وثانيها قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة وهذا يفيد المطلوب وثالثها الملائكة رسل الله لقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا والرسل معصومون لقوله تعالى في تعظيمهم الله أعلم حيث يجعل رسالته وهذا يفيد المبالغة التامة في التعظيم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر